قانون الإجارات الكويتي يضم 29 مادة توضح جميع الضوابط والأحكام المتعلقة بتأجير العقارات في دولة الكويت بالنسبة لقانون الإجارات بالأوانات الأخيرة تم تعديله من مجلس الوزراء الموقر وهذا الشيء كنا ننتظره من مدة طويلة لأن الآن الأوان في اليوم متطلبات والتطورات التي صايرة في البلد لابد أن اليوم كدولة الكويت لابد أن اليوم الجاري هذه المتطورات في تعديل من أهم منشأة تجارية تفيد البلاد في هذا الشأن والقاطنين فيها من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض ويؤكد هذا القانون على التزام المؤجر بتسليم المستأجر العقار المؤجر في التاريخ المحدد للتسليم كما يلتزم المؤجر بصيانة العقار ويقوم بترميمات ضرورية ولا يجوز للمستأجر منع المؤجر من القيام بالترميمات المستعجلة والضرورية ويجب على المستأجر دفع الأجر في المواعيد المتفق عليها بالعقد هذا القانون عساس يكون ينظم عملية الأجار بين المستأجر وبين المالك في ضوابط قانونية عساس يقلل المشاكل القانونية بين هؤلاء الأطراف وطبعا اليوم القانون يصار في هذا الشهر ثمانية الفين واربا وعشرين هي أنه يكون مشمول على كل العقارات الخاصة في الإيجار ما عدا ومستثن منها العقارات الزراعية ومن الشغلات المهمة التي صارت اليوم أنه ينظم العملية بين المالك والمستأجر أنه يصار فيه ثلاثة شغلات لازم تكون عساس يتم هذا العقد أول شيء وجود الأطراف وكذلك أنه يكون العقد مكتوب بين الأطراف والشيء المهم الثالث الذي تم استعداده هو تصديق هذا العقد بين الأطراف فيه أمام الموثق في وزارة العدل عساس يحمي الأطراف بشكل أكبر أحكام هذا القانون تسري على العقارات وللحكومة حق إخلاق العقارات إداريا في بعض الحالات كالعقارات المنزوعة ملكية للمنفعة العامة والعقارات المملوكة لها والأموال العامة وأملاك الدولة الخاصة والعقارات التي تخصصها الحكومة للغير نواف شراكي قناة الأخبار